هنا بالنسبة لأول سؤال بالنسبة للمعدد العام كيف يمكن أن نفعله؟ لا تفهمت هذه القضية الاستمارة تشيريها او تعمرها و تعمرها باستيله الاستمارة لا يوجد نقاط الاستمارة بحالة السيرة الداتية زائد الرسالة التحفيزية الاستمارة الاستمارة لا يوجد علقاء بوصل الترشيح لابش نكونوا مفاهمين في الاستمارة نقدر نزيد او ايستا في شوهده الي كن عندك الورايقة الي عندك الشي هادعطوها اليك يمكن اليك تزيدها وش ممكن نعمر الخانات بالفرنسية سبق لي ودرد قلت ليكما لا طلبوكم بالعربية الي سولكم بالعربية هتجوب بالعربية كانت بالفرنسية غتجوب بالفرنسية ما قل لكش هو اكتب لي باللغة اللاتينية يعني اقل لك الاسم ديالك هتكتب الاسم ديالك بالعربية ما قل لك الانو هتكتب بالفرنسي طو سم بلومو كنت من هنا تجاوبني انا وقع لي مشكلة في الميلف كنت نحمل لي في شو ما تليشارجيتش وصل الترشيح فاشدرت مصادقة طلع لي انضار الميلف غير كامل فاشترجات الغداء نصيفة كندخل كاللقى طالب مصادقة عليه من طرف المديرية باش ننضير ما تليشارك هنا مصادقة ما تليشارك ما تليشارك مصادقة ما تليشارك ما تليشارك المهم هنا ضرورة تصفح الميلف وخد مصادقة عليه من طرف المديريات باش تعرفوا ما تليشارك وصلهم الوصل وصل الوصل وصل الوصل وصل الوصل الميلف يكون ناقص هناك تسجيل كي يعطيني تاريخ الحصول على الإجازة خطأ لما تظن أنك تستعمل نقاط أو تستعمل لتخي أو شيئا مغايرة من الأحسن تستعمل لتخي ومن الميلف يتحرك في الأوتوماتيكي لا يتحرك لتخي 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 وش يمكنني أن نعود ندير طالب جديد حيث ما أصادقش على الطالب الأول يمكنك تكمل في طالب النيت سيلك تدير لكارت نمي يغض لكارت ناسي وناسي حيح يمكنك تعود تدير شيء خطأ كي تعود غير ما تديرش مصادقة هذا هو المشكل 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 اللي يوقع هو أنك تدير مصادقة وكيكون عندك غلط انت لا تدير مصادقة را ما عندك شيء مشكل وليك تدير رقم البطاقة الوطنية غلط يمكنك تدير طالب جديد بكل أريحية يعني لا يوجد شيء مشكل المشكل هو لتدير لك رقم البطاقة الوطنية ودرتها مصادقة ونسيت شيء حاجة ما تديرهاش أو لتديرها غلط هذا هو المشكل هنا السلام عليكم بعد طبع وصل الترشيح وجدت خطأ في البارد الالكتروني هل بإمكاني أعداء التشجيل لا بلما تعود التشجيل فكتخليه كانوا المعلومات كلها مصحاح إلا البارد الالكتروني البارد الالكتروني هو أنه يعطي تلك الموضبس الذي يخرج لك في الشاشة إذا كنت تديري تلك الموضبس وقدرتي لي سكرين أو لا قاعدتي لا يوجد شيء مشكل غير أن يجعل البارد غلط لا يوجد شيء مشكل وخدرت الرقم الهاتف غلط لا يوجد شيء مشكل هنا عندما وصل الترشيح وجدت فيه المعدل العام وش نكتبه بستيل ولا نخليه خاوي إلا أتخليه خاوي أصبق اللي ديجا جاوبتها السيد هالا أتخليه خاوي بقى نتكلم على المعدل العام في آخر ديالفيديو بالنسبة للناس اللي كي سألوا المعدل الالتزام وصل الترشيح حتى هما إغاليزي ومسكاني وهم والهلام مهم كل شيء ستسكانه والحاجة الوحيدة اللي عدل إغاليزي هو الالتزام فان فانال السلام عليكم لايجزك بخير أنا تسجلت وخرج لمطبوع ما فيش الميزة وش كين مشكل فهم شيئا وايجزك من النبيل لكن في المطبوع لا تسجل어 الميزة لماذا كنت تسجل الميزات لا تأتي في هذا العام لا تسجل فالنسبة للنصف و الميزة ولا تبقوا المعدل العام لا يشكل مشكل هذا المعدل العام مهم في الأخير الفيديو سنتحدث عن هذا خطأ في تسجيل وإلا طالب جديد يمكنني العاود ويمكن لك تعاود إلا لما درتيش رقم بيطاقة الوطنية لك صحيح وما زال ما درتيش المصادقة يمكن لك تعدل ذلك الشي ليدرتي وإلا لديك شي غلط يجب عليك تحديد المديرية لكي لا تضطع رأس كسير المديرية هنا انا قدرت خطأ وصلت الترشيح دفعته بلما نخرجه ونمضيه والخنادي المصادقة لم أطلعت لي وقدرت إداء الميلف وقد أطلعت لي بلي الميلف الترشيح محمل من طرف المطررشح لم أعرف شنو ندير واشدعات الفرصة في المباراة لا لم أضعت أول حاجة من حد الوقت ما زال عرفت كيف دفعته بلما تخرجه يجب عليك تحديده بي دي اف ودفعته مباشرة في تحميل الميلف الترشيح بالنسبة ل خلادي المصادقة لم أطلعت لي لم أطلعت لي المصادقة تكون غير مرة وحدة لدي الحل الوحيد لكي تدري أنك تتمشي المديرية باش تدري طالب جديد باش يلغي وليك يديروا لك أنا ولي بالنسبة للطالبة ويفتحوا لك طالب جديد وصول اليوم قول اليوم أنني قدرت دفعت الورقة خاوي لم أطلعت السينياتير ولمدينة اللي خرجت منها هذا الوصل وشوفوا كيف يكون المهم راكينا جيكة ديالك كين لونون لا نظر أنه شي مشكل كبير مهم هذا شيء مهم الحاجة المهم هو أنك تمشي تستاشر مع المديرية وصافر لكي ترغبوا لك الحال وعندما نظن سيقول لك ليس شي مشكل المهم نكونوا منطقيين وننظروا باختصار بالنسبة للمعدل العام لماذا لا أطلعش لكم في الوصل كما كنا نرى السنوات الماضية كنا ندخلوا لغولفيد نوط ديال سيسو ميستخ وفي الأخير تلقوا المعدل العام ليس حال كان ينشي ناس كانوا يجاعدهم معدل العام غالط وكانوا يمشيوا للمديريات بكترة وكانوا يصحوا لهم كيف تحرم تسجيل مرة أخرى المشكل اللي كان هنا هو أن حيث الأكثر دية يدروا الأغلاط يعني من اللي كانت تسجيل عوض ما يدير النقطة كدير فاصيلة مهم كان بزيف ديال الأغلاط كنت يديروا اللي كونديدة ديش حال هما حاولوا يحاولوا يحايدوا الشي باش ميبقوش يمشيوا المديريات بزيف وبقوا يتشكيوا يعني باش يشوفوا لك انت لانوت ديالك تسمبلوا مو مو غيمشيوا الرقم الوطني ديالك وغادين يجب دقاء المعلومات الميزة النقطة كل شي السنوات بزيف الحويش ممشيوش بعيد بالنسبة لهذا الرقم الوطني رأى كين في الباكالورية وكين في الإجازة واحد الحاجة اللي خصتكم منطقية وخصتكم تستنتجوها دب انتما دخلتي حتى شي نقطة ما درتي حتى شي نقطة يعني ما حطيتيش شي نقطة ديالك ديالشي معدل او لا المهم المعدل ما حطيتيش قام ما كتبتي انت تشيراق وكتجي ميك خرجك الواصل كتبقى تستغرب عليش المعدل اللي عم ما طلعش لي انتش نكتبتي في تسجيل ديالك باش يطلع لك المعدل اللي عم رايب تسمبلوا مع المعدل اللي عم حتبقى لبلاسة ديالو خاوية حيدو كل إيقاز اللي كانو حاطينهم حيدوهم دكستدليا اللي كاز سافي ما بقى وش المعدل اللي عم يعني يطلع فيد ما تكون تشي حاجة اشتركوا في القناة